يا صباح التفاؤل بنجدد الترحيب بحضراتكم اعزائي المشاهدين وطبعا في الفاصل حضراتكم عارفين ان احنا يعني اسرة واحدة وقعدين بنتكلم وبنهرك كده وبنهزر وبنتكلم عن الخبر اللي هو ماشي اليومين دول على وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بتشجيع احدى النوادي الجديدة اللي يعني حد اشتراها مقابل عشر تلاف جنيه فيعني بصراحة استوقفني هذا الخبر كيف يمكن ان يكون الانتماء لنادي او الانتماء للرياضة مقابل تشجيع ودعم نادي معين بفلوس من امتى اصبح التشجيع والانتماء يسوى فلوس دي احدى الافكار الهدامة اللي ليس لها علاقة لا بالرياضة ولا بروح الرياضة وده بيقودنا الى موضوع فقرتنا النهاردة وهو موضوع الارهاب الالكتروني هل الارهاب الالكتروني يقتصر فقط على التشجيع على تفجيرات او حرق او مظاهرات وتكسير بس ولا كل فكرة سلبية يمكن ان يروج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي نوع من انوع الارهاب الالكتروني ده موضوع فقرتنا النهاردة معظيفي العزيز المحترم دكتور محمود ابو الغيت دكتوراه في القانون الدولي وباحث في الشؤون الدولية برحب بحراجة فانت بصفة حضرتك يعني متخصص في هذا المجال كيف ترى يعني الترويج لفكرة زي ان انا ابيع النادي بتاعي مقابل لعشر تلاف جنيه عشان اشجع نادي جديد هل ده يعتبر ارهاب الالكتروني هو للأسف نبدأ بالبداية هي الجزئية بتوصل بينا في النهاية ان ده نوع من انوع الارهاب الالكتروني والسيطرة على مفاصل الانتماء داخل كل شخص جوانا بيشجع بداية من طفل صغير بيشجع نادي معين لازم ان يروح يشجع مش عشان بيحب النادي لأ بيشجع علشان بياخد فلوس نبدأ من البداية بتبدأ من ناحية الارتهاب الفكري والثقافي ثقافة المجتمع انا بصدر ايه للدولة؟ انا بصدر كمجتمع ابني بعلمه ان يروح ينتمي النادي مقابل انه بيقبض مبلغ عشان يشجع النادي ده في مباراة هي نفس الفكرة اللي بيبدأ من خلالها الالهاب الالكتروني ابدأ من البداية ابدأ اعمل غسيل فكري وثقافي للمجتمع ككل من بداية تصدير فكرة ان المجتمع ده لازم يتغير يتغير ازاي؟ ابدأ احط اليات واحد واثنين وثلاثة ان انا بتغير ثقافتك ايدولوجياتك كدولة بدلا ما يبقى في عندك ايدولوجية الانتماء الوطني الاوحد وما فيش بعد كده ابتدأ اغير والانتماء الفردي ادور على مصلحتي ومن خلال مصلحتي ابدأ اغير الانتماء للوطن من هنا تبدأ عملية ان انا ممكن اشتري اي انتماء اي حد وهي دي الفكرة اللي ابتدت تظهر مع ظهور وسائل الاعلام الالكترونية الحديثة سواء عن طريق الانترنت سواء عن طريق الميديا الكبيرة جدا الموجودة من خلال قناة الفضائية الكبيرة وزي اصدر فكرة معينة من خلال تصدير الفكرة دي بابدأ اهدم جزء من شخصية المجتمع المصري ابدأ اهدم الجزء من الشخصية دي ابدأ بعد كده اتغلغل جوة المجتمع وافككه هي دي فكرة الحروب الرقمية او الحروب الالكترونية اللي هي الارهاب الالكتروني بشكل عام يعني او اللغة الاعلامية اكتر وبينها بنخش بعد كده على حروب الجيل الثامن والسابع احنا وصلنا للثامن والسابع دراسي احنا وصلنا في الانترو كنتها في الخامس والرابعة لا وصلنا لحروب الجيل السابع والثامن وصلنا ان انت بتفكك شعب من خلال تفكيك ثقافة انا بفكك ثقافة شعب انا مش هحربك دلوقتي حرب تقليدية ولا هبتدي حربك بطيران الكلام ده ما بقاش موجود دوليا دلوقتي الدول اللي بتسيطر على المنظومة الدولية بتبتدي يتأثر فيك كثقافة واسيبك تاكل في بعضك وده اللي حاصل في الدول العربية بنوع من انواع ان انا اسيب الشعب يتأكل مع نفسه اصدر فكرة سلبية ومن خلال الفكرة السلبية اسيب الشعب يتفاعل واسيب انطلاقة بقى من خلال مواقع ترويج لا المفروض الدولة تعمل كذا لازم اضغط على الدولة وبالتالي اخذ بالك احنا بخش من المقطة دي نقطة غاية في الاهمية من ناحية القانون الدولي ان انا بغير في سيادة الدولة وسيادة القرار من خلال الضغط بوسائل الالكترونية اللي هو الارهاب الالكتروني مش شرط يكون الارهاب في صورة واحد راح يفجر واحد راح يقتد مش شرط دي انا بتعمل النظام انهيار لمبدأ السيادة مبدأ السيادة ده مبدأ متعرف عليه دولية ان كل دولة لحق السيادة على اقلمها والشعب هو اللي بيسود فبالتالي اغبط الشعب ببعضه زي ما يقوله باللغة الدرجة يبتدي يحصل عندي تفكك في الرأي الحاكم او رأي القرار اللي حاكم بالدولة يبتدي ابدأ من هنا افكك براحتي في الشعب ابدأ احط ايدولوجية ازاي احط ناس في اكلم معين وقال لهم تبقوا دولة لوحدكم تبدأ من هنا فكرة افكك الانتماء الانتماء هو عصب الدولة سواء الدولة المصرية او اي دولة عربية اذا فككت منظومة الانتماء لكل شخص فككت اي دولة في مصر طيب يعني حددتك النهاردة بسطتنا مفهوم الارهاب الالكتروني اللي هو اول ابوابه تفكيك ثقافة شعب معين وهدم تقاليده وهدم افكاره واحدة واحدة واعتقد ان ده اوفر بكتير من الحروب التانية يعني لما يبشوا عملاء واصرف عليهم دبابة بس اشتري بيها بتمن دبابة بس اشتري ميت واحد وقال من تمن دبابة كتير جدا انا افتكر ان داعش لما جات كانت بتبس الفيديوهات بتاعتها عن طريق قنوات فضائية وبعض المواقع الالكترونية تم اكتشاف بعد كده ان هي كانت مأجر موقع في احدى الولايات الامريكية والموقع ده بيتأجر بالشهر بسبعين دولار بسبعين دولار بسبعين دولار في الشهر والموقع ده علشان ما يتمش تتبع مكان البس بالزبط كان بيدخل عليه حوالي 1500 مستخدم شهريا فبالتالي انا مش عارف سبعين دولار دول يعني ما جابوش تمام قذيفة حتى ما جابوش تمام رصاصة من الرصاصات المتقدمة او متطورة فبالتالي انا ببدأ اهدم شعب واهدم دولة من خلال فكرة ببدأ اصدر فكرة يمكن داعش لما جات بدأت في العراق ابتدت فكرة تبسلك فكرة ان انا القوة والتطخيم وان انا بقتل وبدمر واللي مش هيسلم وبعض المدن وبعض القرى سلمت نتيجة الضغط النفسي اللي انا بانشئه جوا الفرد انا دلوقتي لو انا جاي لحد يدفع عني وانا بحاربه نفسيا وبحاربه داخليا فبالتالي فكرة ان انا دافع واقف وصد ما بقيتش موجود ما هو فيديوهات يعني كمان متصورة بتقنية عالية جدا وبأساليب غريبة جدا يعني المفروض انها مش موجودة مع ناس زي دي لسل اسف لغة المال ولغة البترول دوليا هي اللي بتشتغل في الحاجات مزبوط مزبوط كلامك صحيح كلامك صحيح مية في المية هرجع على حضرتك لموضوع مهم جدا وحضرتك متخصص ودكتوراه في القانون الدولي ما هي القوانين الدولية التي تمنع وجود مثل هذا النوع من الارهاب وهل هي مفعلة بالفعل ولا هي مجرد كلام على ورق زي قوانين كتير جدا نتكلم بصراحة اننا عندناش دوليا حاجة بتجرم ارهاب الالكتروني اصلا ان مجرد مؤتمرات مجرد توصيات الدول اللي تاخد بيها لا تاخدش بيها ولكن الاسلوب الفاعل ان المفروض ان احنا بندعي بالدول ان انا اعمل اتفاقيات سنائية بمعنى اعمل اتفاقيات ما بين الدول اتفاقيات متعددة للأطراف ان انا بالتالي اقدر اسيطر على الغلاف او الغلاف الفضائي بتاعي اللي هو النظام الالكتروني بتاعي ازاي سيطر لما يحصل جريمة من خلال فرض في دولة انا اعمل معها اتفاقيات اتعامل معها ازاي انما دلوقتي مايبقاش فرض قاعد في دولة معادية المصر ويبتدي اعمل هجمات الالكترونية علي من برا وانا مش عارف اجيبه انا عامل زي حاقة صد بس هو كل دوري دلوقتي ان انا بوجد اجهزة زي التقنية عالية جدا علشان ابدأ اصد الهجمات انما لو انا في اتفاقيات سنائية او اتفاقيات متعددة للأطراف ما بيني وما بين اي دولة بيبتدي من خلالها زي الانتربول كده تسليم مجرمين واعرف مين البواعس ومين المنظمات الغير مشروعة والمنظمات مشروعة او الدول اللي وقفة وراه وخلفه بتموله لان في بعض الدول بتمول على اساس انها توقع اكساط يعني الهجمات الالكترونية او الحرب الالكترونية او الارهاب الالكتروني لما بيبدأ بيبدأ بدايته يا اما يدمر لك مؤسسة عسكرية يا اما يدمر لك مؤسسة اقتصادية مش تدمير بمعنى التدمير التفجيري لا ادمر روح معنوية في قوات مسلحة او روح معنوية داخل مجتمع يا اما ادمر اسهم وبورصة من خلال ان انا بعطل انظمة البورصة مثلا عندك في دولتك دي في حد ذات هتعمل انهيار اقتصادي انا حصلت بتحمل حاجة يعني حاجز ما بينك وما بين المستثمر فبالتالي يحصل عندك انهيار اقتصادي فبتتراجع انت كدولة فبتتالي ما تقدرش تقابل اي مواجهات جاية لك سواء عسكرية لان اي مواجهة عسكرية بعد كده بتبقى نبعة من قوت اقتصادك هتقدر تصمد قد ايه صحيح هتصمد شهر اتنين تلاتة هتصمد قد ايه صحيح هي دي الفكرة يعني الثقافة بتاعة الشعب المصري كانت ذات وعي كبير جدا بداية من ثورة 2011 والرغم انه حصل فقا انتكاس انتكاسات بعدها وبعد كده الشعب المصري فاق وعرف ان الصح ايه او ازاي عد المصاره بسرعة من هنا الثقافة تا الشعب الترابط بس انا انا شايف يعني بالشيء يذكر ان ثورة 25 يناير دي كانت نعمة من نعم ربنا لان احنا برضو كنا ماشيين في خط ايه يعني نقدر نقول انها كانت خطوة على الطريق خط المسكنات هي خطوة على الطريق هي خطوة على الطريق يعني كنا 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 دولة بتطعاطى المسكنات بافراط لدرجة ان اصبحت اصبحت دولة متخمة بالمشاكل وما بتتحلش محافظين على الاسعار فعلا ولكن هي في عندنا شيء من التضخم احنا في ورم بيجبر كل يوم واحنا محافظين على الاسعار ولكن حالنا كان بيتضخم والورم كان بيتضخم احنا لو هنذكر الصورة الفرنسية قعدت سنوات وقعدت تغير على كل متغير بيحصل وكيف يبدأوا تطوروا من نفسهم احنا ما عندناش قدنا مشكلة احنا عندنا نطور بس هي الفكرة ان احنا ما عندناش القدرة دلوقتي ما عليش انا اسف لفظ ان احنا ننزل في المايدين تاني ونوقع اقتصاده ده الشعب المصري وعي الجزئية بالرغم من ان الشعب المصري يعيش لحظات صعبة جدا وكلنا بنعيش لحظات صعبة جدا ولكن الشعب المصري عنده قدرة على التحمل ووشايف ان في رؤية شغالة وشايف ان في مشاريع ممكن تكون هي الامل لولادنا او خلاص احنا ممكن نكون الجيل اللي بيستحمل لازم أن فيه جيل الجيل اللي بيضحي presentations و jogar اكتوبر ضحى على شان اننا نعيش وعشان يسترد اراضي مصرية احنا الجيل اللي بيضحي عشان تانميه يعني إحنا لو نفترض إحنا كلنا جيل واحد دلوقتي إحنا الجيل اللي بضحح عشان فيه تنمية لأولادنا يا إما لو ما ضحناش دلوقتي مش هنلاقي لأولادنا حاجة أي ولو ما وقفناش في وسط كل الهجمات اللي جاية مش هنلاقي حاجة لأولادنا بعد كده مظبوط لأننا كل يوم في حرب شغالة علينا سواء حرب إلكترونية سواء تنظيمات دولية أو سواء مشروعة ولا غير مشروعة دول عايزة تخش تاخد سروات مصر آخر حاجة حقل الغاز حقل نور اللي ظهر مؤخرا بعد حقل ظهر طبعا يعني بعد حقل ظهر حقل نور حصل بعدها لو تشوف نفس اليوم تراجع في أسهم البورصة الإسرائيلية بالكامل طبعا كانوا من المخاوف طبعا دي كلها مخاوف أن أنت هتبقى قوة قوة الطاقة صحيح أن الدول أوروبا كلها بتعتمد على الطاقة تعتمد على الغاز روسيا بتعتمد على الغاز أنت من غيرها تبقى مركز الطاقة في العالم طبعا عندما تبقى مركز الطاقة في العالم أنت أصبحت المتحكم فبالتالي مش سيسبوك في حالة نحن بنعمل كمان دلوقتي أكبر مشروع بترك الكميوات في الشرق الأوسط أيوة ما هو أنت مش سيسبوك في حالك نحن خلينا نتكلم ببساطة بأوسط حاجة كده مش سيسبونا في حالنا لازم نكون إحنا أوعى من كده هنستحمل هنبقى نضغطين شوية نعدل من نفسنا كل حاجة فيها احتياجات ممكن حاجة لأقدر تخلى عنها تخلى عنها موقعا أو مرحليا صحيح صحيح وعلى فكرة يعني شوفوا كده جيل الأباء برضو دكتور محمود تتكلم في موضوع مهم جدا شوفوا جيل الأباء دول يعني أبهاتنا احنا هل هم يعني كانوا عايشين حياة مرفقة واحنا دلوقتي يعني العايشين حياة ملاش معنا ولا طعم ولا لون أبدا على فكرة جيل والدي من الجيل اللي حارب وقعت ثمان سنين في الجيش من ناكسة سبعة وستين لحد يمكن بعد ثلاثة وسبعين واربعة وسبعين لما طلعوا من الجيش حتى الجيش يعني الناس حاربت وضيعت من عمرها تمن تسع سنين في الجيل ده جيل أنا بتكلم على جيل كامل مش بتكلم على حالة بتكلم على جيل عانى ويلات الحرب عانى ويلات نقص المواد الغذائية بقى بشكل حقيقي يعني لما تسمعوا أن مصر بقى ما كانش فيها سكر كان فيه جمعات جمعات الشاية وكان فيه طوابير وكان الناس مستحمد وكان فيه طوابير وكان فيه فرخة في الشهر في الجمعية وكان فيه يعني ضغط رهيب احنا بس زي ما قلت كده بننسى احنا بننسى احيانا وذكرتنا ضعيفة فلازم حد يفكرنا ان اللي احنا فيه ده دلوقتي احسن من ضغوطات كتير جدا جدا مرة بيها الشعب المصري فيما قبل نرجع لموضوعنا تاني موضوع الارهاب الالكتروني واسباب انتشار هذا الارهاب الالكتروني بهذا الكم وبهذا الكيف الارهاب الارهاب الالكتروني بيعتمد على الفضاء الخارج لشبكة المعلومات للانترنت فبالذلك دي ارض الخصبة الاولى ليه نشقته وبالذلك ما عنديش قوانين تسمح بازاي بعض المواقع ازاي رائبها هو ابدأ رائب مصدرها دي في حد ذاتها فصور عندي في فكرة ان هو متاح للجميع دي في حد ذاتها مش متاح انا ممكن يكون متاح لكل الشعب المصري بس ان دلوقتي ما يبقى متاح لحد برا مصر او حد جوه مصر مع اتصال بيه قنوات مش شرطة قنوات فضائية لا قنوات الكترونية خارجية الهدف منها ان هي بيبسيلي فكرة ورا فكرة ورا فكرة وبعد كده يبتدي انشر لي اصنع كنبيلة ازاي اصنع ادوات ابتدي اهاجم بها قوات الشرطة او الجيش ازاي دي في حد ذاتها ده نوع من انواع الارهاب ده نوع من انواع الارهاب الكتروني انا بصدر فكرة لواحد متطرف واحد مخرب انا ديته الثقافة بتاعتي وبعدين بقول له لا خد بقى ايه طبق على ارض الواقع هي دي الادوات بتاعته ان هو بيبدأ من خلال ارض خصبة جدا ما فيش فيها اي ركابة بشكل واقعي وفعلي الا من خلال بعض الدول المتقدمة عندها اجهزة الركابة وبتعمل حاجز او حقق الناري اللي هي بتواجه الاجهزة او بتواجه الاجمات بشكل بشكل مطلق يعني احنا عندنا في مصر لما كان اذكر شيء بسيط جدا لما قام فكرة ان انا احجب المواقع الاباحية قامت ثورة في مصر في بعض القطاعات الناس اللي ازاي نحجب مش عارف ايه ودي ثقافة مقصود بيه ان انا اهدم ثقافة الشعاب المصري الثقافة اللي هي مرجعية الدينية بتاعتي ان انا المفروض ما تفعش حاجة زي كده اصاد مصالح معينة اصاد نسب معينة للناس في دول تانية يعني احنا للأسف خلينا بس يعني نكشف ورقة التوت كده ونقول بصراحة ان الشعب المصري اكتشفوا في موقع جوجل انه هو من اكثر شعوب العالم اكثر شعوب العالم في البحث في هذا المجد فعليش لما فكرنا ان احنا نحجب المواقع في الشكل ده للأسف كان فيه ضغط الكتروني علينا من بره ده مش من جوه مصر ده مش ضغط الكتروني من جوه مصر ده من بره مصر للأسف من بره مصر يبتدى بعض الناس يهاجمونا ان ازاي احنا عايزين نعمل حرية حريتي انا كده ولا اقدر احجم نفسي وحجم اطلاعاتي طيب ما في دول زي الصين وزي تركيا ما فيهش فيسبوك وما فيهش مواقع كتير محجوبة ومقفولة يعني وده هو المتقدم فكرة اننا الثقافة نرجع تاني لموضوع الارهاب للثقافي او الفكري ان انا بطوع ثقافتك وفكرك ان انا بشغلك عن ان انت تكون مفكر ومبدع من هنا ببدأ اسيطر على دماغك اسيطر على دماغك ازاي بشغلك عن التفكير انا لو عندي دلوقتي مؤخرا شفت اكتر من فيديوهات على اليوتيوب شباب مصري زي الفل يصنع جهاز بيتم ادارة المطور العربية بمهي لو انا سوفت بالهواء كمان وفيه بالهيدرويجي فيه اكتر من فكرة فبالتالي انا لو سفتك كشعب تفكر انت هتفوق شعوب تانية فبالتالي انا عايز احصورك في حاجة معينة اخليك شعب منحصر في شهواتك في احتياجاتك في استهلاكاتك ومن خلال كده اقدر احجم اقتصادياتك انت مش اقتصاد نامي مش اقتصاد بيتسارع عشان يطلع لفوق لأ انت اقتصادك استهلاكي طول ما كان اقتصادك استهلاكي اصبحت دولة ضعيفة اقتصاديا اصبحت ضعيف اقليميا اصبحت ضعيف دوليا ما لكش وجود طبعا عشان نطلع ويكون لنا وجود دولي لازم ان يكون اقتصادي عالي والاقتصاد المرتفع هو دليل سيادة القرار انا عندك القرار بتاعي عشان يكون سيادي وما لفيش اي تدخلات من خلال اي دولة تانية الإقتصاد بتاعي لازم أن يكون بها ارتفع أولية السيادة في القرار الإقتصاد بتاعي جميل جدا طيب عايز أرجع لموضوع مهم جدا وموضوع الرقابة الذاتية يعني إحنا مش دايما محتاجين الدولة هي اللي ترائب إحنا محتاجين المجتمع يرائب نفسه الأب والأم يتابعوا أولادهم يعني ما هي أهم النصائح اللي حديك حابب تديها لأولياء الأمور لمتابعة أولياء يعني لولادهم حتى لا تعرضوا لمثل هذه الهجمات الخاصة بالإرهاب الإلكتروني نبدأ بالفداية نتكلم ناقش ابنك لما يجي لك بفكرة منشورة قدرمه أو صفحة إلكترونية اتكلمت عن حاجة بتهاجم الدولة أو بتدي معلومات مغلوطة لأن في بعض المواقع دلوقتي كمان ابتدت تحطي لك التاريخ بتاعك مزيف صحيح يبتدي دلوقتي لازم أنا ناقش ابني أعد معاه على الأقل فترة كل يوم أبتدي ناقشه في اللي شافوا النهاردة إيه إيه اللي اتطلع عليه النهاردة جديد من على شبكات التواصل الاجتماعي لأنه هي دي التغلغل ده هو السبب اللي مفكاك التفكك الاجتماعي إزاي يفكك المجتمع أنا دلوقتي لو بتناقش مع ابني وابتدي ناقشه وقول له لا الدين بتاعنا بيقول كذا سواء دين مسلم أو مسيحي الدين الإسلامي أو الدين المسيحي كلهم يحضوا على السوية الدولية أنا ما فيش دولة في العالم إذا لجأت لتعليم الدين الإسلامي وتعليم الدين المسيحي الدولة هتكون في حالة من السلام والوقام إنما إحنا كلنا بمعننا بنبعد شوية ولا الدين اليهودي حتى كل الديانات كل الديانات وهي الفكرة نفسها إن أنا أعد ناقش أشوف الفكرة اللي بتصدر لي كمجتمع إيه ومن خلالها بابدأ أعرف إيه اللي أنا ماشي فيه كدولة أبدأ ابني أشوفه أرابه بيشوفه وبيتطلع على إيه أوجهه أبتدي أقول له لا وضعنا كدولة وضعنا واحد اثنين ثلاثة إحنا كنا زمان كذا ودلوقتي الوضع بتاعنا بيتحسن علشان ابنك يحس أن فيه حاجة ملموسة لأن كل دلوقتي الهجمات الإلكترونية اللي موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي ما هي إلا سواد بيتحطوا قدام الجيل اللي موجود حاليا فبالتاني الجيل ما عندهوش طاقة العمل طاقة العمل نفسها الروح السلبية انهزمية انهزمية فيبقاش فيه طاقة عمل ما يبقاش فيه وجود الحاجة التانية اللي أنا بادعو فيها الدولة برضو إن احنا ندعم الشباب أدخل الشباب في المراكز الكيادية فمن خلال ما يبقى شاب وشايف أن فيه بقى وزير شاب بقى فيه رئيس مصلحة شاب من هنا ببدأ أفعل الروح العمل لا أنا عايزة أنمي نفسي ثقافيا واجتماعيا عشان أبقى زيدا لا أنا أعتقد برضو موضوع العمل تحديدا برضو دكتور فيه أزمة عندنا في فهم كيفية الالتحاق بسوق العمل يعني إحنا الطاقة موجودة عند الشباب كل الشباب المتخرج عايز يشتغل وحقيقة عايز يشتغل آه فعلا لكن فيه نوع من أنواع الإرهاب الإلكتروني صدر لنا فكرة أن العمل هو أن تقوم بشيء مقابل مقابل مادة معينة بشكل معين فربطنا دايما العمل بالمرتب فبقى أي شاب النهاردة لسه زي ما اتخرج من الكلية يلا تشتغل يقولك حاخد كم محدش فهمنا أني لازم ناخد خبرة أني لازم أخد خبرة محدش فهمني أشوف الدنيا ماشي وبعدين أتعلم أشوف خبراتي إيه وبعدين أبدأ أحط رجلي على أول الطريق بالزبط تمام هي للأسف دي نتاج سلبية كتير جدا على مدار سنين كتير جدا فاتت فكرة ثقافة أن أنت لازم حاجة قصة حاجة دلوقتي علشان أقدر أأمن مستقبلي من الظروف اللي بتحصل محدش بيدي فكرة لا أنت أتعلم طور فكر ابدأ هتلاقي ما هو ده الكلام ده مش موجود دلوقتي داخليا وأنا بعيب على وسائل الإعلام للأسف في مصر والمواقع الرسمية أنت دلوقتي مفروض بفكرة أن أنا أطور الزات إزاي أطور الزات إزاي أبتدي أدخلها في الدراما المصرية أدخلها في السينما أدخلها في البرامج اللي بتنترح على وسائل الإعلام من خلال ده أبتدي أشحن الشحن الزاتي أنا دلوقتي لو موبايل بتاعي في موضي شحن مش هقدر أستخدمه هو ده نفس الفكرة الشباب في مصر هم وكود التنمية إذا ما شحنتهمش علشان يبتدوا يحركوا ويمشوا الخطوة لخطوة قدام مش هنقدر نتحرك فالشحن الزاتي لازم أن يبدأ من عندنا إحنا مش هنستنى دولة من برة تشحننا بمعنى الشحن لا ده دور اللي وره بتسعى لتفقدن حتى الشحن الشرطة اللي فضل في البطنية لا يعني فكرة الانتماء بالضبط بتلعب على الانتماء ولما فكدك الانتماء ولما فكدك الانتماء قل لك تعالى روح دولة الفلانية هيبقى فيه عائد مادي أو عائد كذا علشان تستفيد بعائد مادي أفضل وأعلى ويستفيد بخبراتك ودماغك وعلمك في الدولة التانية دي هو بينمي اقتصاده مقابل ماديات اللي بتاخدها هنا للأسف برضو لابد أن نراعي الجزئية دي علشان نقدر نعمل موائمة أبدأ نمي من ناحية الفكر أنا شايف أنها في اتجاه أنها بتنمي من ناحية المعادلة معادلة المادية عادل ماديا على قدر أدائك للعمل على قدر علمك ببتدي أبدأ من هنا للتنمية الحقيقية بشكر حليك شكرا جزيلا نضيف العزيز دكتور محمود أبلغي الدكتورة في القانون الدولي والباحث في الشهور الدولية على هذه الإضاحات بتمنى أن كل الشباب اللي يتفرجوا علينا وكل المجتمع اللي يتفرج علينا والناس يستوعبوا أن احنا بجد في صدد الكلام عن خطر حقيقي ودهم هذه الدولة لازم نتصدله جميعا وأن دورنا هو دور مجتمعي بامتياز بشكرة كل الشكر دكتور محمود على هذه الإضاحات شكرا شكرا عزيزنا مشاهدين احضروا الإرهاب الإلكتروني لأنه دايما بيجي وبيبتدي على شكل نقطة وعلى شكل حاجة دمها خفيف ويعني السم دايما لازم يكون متغلف كلا بغلاف سكري عشان تبلعه وانت بتطمن احضروا من الإرهاب الإلكتروني واحضروا من كل ما يريب واحضروا من كل حاجة تحسوا أنها بتمس أمن واستقرار هذا الوطن حتى وإن كانت نقطة ما تعملوش عليها لايك هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية تابعون